دشن سمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بمساعد ملتقى نجران الصح الثاني افتراضيا تحت شعار طوارئ الصحة العامة نوه سموه خلال تدشينه للملتقى الذي تنظمه الشؤون الصحية بمنطقة نجران للعام الثاني بأهمية الاستفادة من العقاد هذا الملتقى للتصدي لفيروس كورونا ومواصلة لما قامت به القيادة الرشيدة من جهود جبارة في هذا الجانب الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نعلن انطلاق ملتقى نجران الصح الثاني تحت شعار طوارئ الصحة العامة نسأل الله تعالى التوفيق للجميع والاستفادة ومخرجات هذا الملتقى لمواصلة تصدي لفيروس كورونا وما قامت به قيادة الرشيدة من جهود جبارة في هذا الجانب والله الموفق لتفاصيل أكثر عن هذا الملتقى يلتحق بنا من نجران مرسلنا علي زينان أهلا بك علي معنا في نشرة النهار ما أهم محاور هذا الملتقى الصحي الذي أطلقه أمير نجران نعم حسن طبعا نتحدث عن هذا الملتقى والذي أطلقه سمو أمير منطقة نجران وبحضور معالي وزير الصحة هذا الملتقى بطبيعة الحال هو الملتقى الثاني طبعا للمزيد حول مخرجات هذا الملتقى وأهم أهداف وأتحدث إلى المتحدث الرسمي بصحة نجران الأستاذ علي جليدان مساء الخير النور مستعليك على جميع السادة المشاهدين طبعا ندشل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بمساعد ملتقى نجران الصحة الثاني افتراضيا تحت شعار طبار الصحة العامة بمشاركة من معالي وزير الصحة طبعا الملتقى انطلق افتراضيا من خلال منصة تفاعلية ثلاثية الأبعاد تزامنا مع الاجراءات الوقائية الفيروس كورونا أدد المشاركين عندنا 33 متحدث رسمي من داخل وخارج المملكة قدمون 33 محاضرة علمية معتمدة من الهيئة السعودية التقصصات بواقع 26 ساعة هل الاشتراك أو التسجيل متاح لمن هم مهتمين بهذا الملتقى؟ طبعا صحة نجران أطلقت مبادرة من خلال اتاحة الفرصة للجميع بالإضافة إلى تسجيل الطلاب بشكل مجاني طبعا الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة محلية معالمية للتصدي لجائحة كورونا بالإضافة إلى استعراض التجارب السريرية العلاجية للحالات الحرجة ورفع كفاءة الكوادر الطبية وفتح فرص الاستقطاب بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب فيما بين المشاركين هل من أبحاث ستقدم من خلال هذه أو أوراق عمل من خلال هذا الملتقى؟ خصصت إدارة الملتقى ثلاث جوائز لأفضل ثلاث أبحاث علمية في مجال الصحة العامة حيث استفتاح الفرصة للنشر واستعراض الأبحاث خلال فترة نقاد الملتقى علي جليدان متحدث بإسم صحة نجران شكرا لك نعم حسن كان هذا هو إطلال سريع على هذا الملتقى الثاني لصحة نجران والذي يعقد هنا في نجران تحت عنوان طوارئ الصحة العامة عودة بالصوت والصورة إليك شكرا جزيلا لك علي زينان مراسلنا من نجران وشكرا لضيفك الكريم